يستضيف وادي الفروسية التابعة لوزارة الداخلية نهائية بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بمختلف درجاتها بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية ويتي ذلك استمرارا لنجاح الوادي في تنظيم بطولة الفروسية محليا ودوليا في إطار اهتمام الدولة بدعم الرياضة الفروسية وحرصا من وزارة الداخلية على الارتقاء بهذه الرياضة احتضن وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفرسطات بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز شهد الوادي تنفسا كبيرا بين الفرسان على ملاعبه ذات المقاييس الدولية وعلى مدار خمسة أيام بعد أن هيأت الوزارة كافة الملاعب ومنها ملاعب الإحماء لتأكد واستعد لاستضافة كافة فعاليات رياضة الفروسية محليا ودوليا نهاردة بنشوف وزارة الداخلية وهي بتطور الفروسية ده معناه أن احنا بنبني لمستقبل ولدنا في رياضة زي ما بنبني كل الرياضات الأخرى في الألعاب الفردية وغيرها من الألعاب الجماعية أراضي هايلة ومشاركة عظيمة بأننا فقط لم نرى نهائي بالاحتراف ده حقيقة ما فيش غلطة يعني شارك في البطولة 114 فارسا وفارسا من مختلف الهيئات والأندية الرياضية ب120 جوادا تبار في قفز الحواجز من مختلف الارتفاعات وسط إشهادة بإمكانات الوادي الكبيرة ممنوع بمتل بم نظر التعريبين بشأن ربيعها ممنوع بمجرد مجلس في هذه الهيئات والمخارجة او من السياسة ثم قرين بشأن الهتل المفتاح ولكن، فريد أن تتفرض Juice التي تتبع فيها وفيره إنه جميل. المصدرات المفتوحة جيدة. كل مجموعة الإجتماعية يكون جميلة للعبارات. وأنا محباً أن أعطي المعرفة لتعمل مع مجموعة إجيبتشان أفضل. أول ما بعرف أن البطولة هنا في خروسية لأنه مكان مجاهز جدا جدا جدا. فيه كذا أرض إحماء فيه استابلات على أعلى مستوى تجهيزات البطولات حتى يعني أنا بتكلم على مستوى دولي ومستوى يعني نقدر نقول كأنه زي البطولات اللي بننزلها برا مصر. كل حاجة تمام. وإحنا بنشكر وزارة الداخلية اللي هم عملونا مكان كويس قوي زي ده. ويعد تنظيم وزارة الداخلية لهذه البطولة تأكيدا على اهتمامها بهذه الرياضة. وهو ما بدى واضحا في كافة التجهيزات بوادي الفروسية لضمان نجاحها فنيا وتنظيميا. تنظيم هنا هايل حاجات جديدة كتير قوي والاستابلات مريحة جدا والأرض الخيل مرتاحة فيها كويس قوي والأرض التشخين كل حاجة كويس قوي. الاستابلات حلوة قوي. الخيل كلها مرتاحة جدا والأراضي كمان مساعدة جدا الفرس والحسون ان هما يقدوا احسن حاجة عندهم. ختام فعاليات البطولة شهد توزيع الجوائز على المراكز الاولى من مختلف الارتفاعات وسط أجواء احتفالية وطنية. موسيقى تطوير وادي الفروسية ونجاحه في استضافة فعاليات هذه الرياضة يسهم بشكل كبير في وضع مصر على الخريطة العالمية لتنظيم منافسات الرياضة الفروسية موسيقى